قال نبينا صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حلول نبوية اليوم رح نتكلم عن كيف يعيش الإنسان في هذه الحياة وكيف يستطيع أن يحل مشاكله وهل الإسلام عطانا طريقة لحل مشاكلنا كيف نحل هذه المشاكل بعض الناس يمكن يعيش طول حياته عايش في مشكلة لا يستطيع لها حلا وهناك حلول كثيرة لهذه المشكلة لكنه لا يستطيع أن يجد هذه الحلول لأنه لم يتعلم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في حل المشاكل التي يتعرض لها الناس الدنيا دار ابتلاء الدنيا فيها مشاكل ترى الغني عند مشاكل والفقير عند مشاكل الدولة التي تحكم العالم عندها مشاكل الدولة الفقيرة التي ليس لها أي شأن أيضا عندها مشاكل القوي الشاب ذو الصحة والعافية عند مشاكل كل الناس لديهم مشاكل ولديهم عقبات في هذه الحياة يقول أحد الحكماء أقصر السبل إلى حل المشاكل هو المواجهة أن أواجه هذه المشكلة والوضوح المواجهة والوضوح أمرين اثنين وقد تكون المواجهة قاسية ولكنها أرحم من الهروب وقد يكون الوضوح مؤلما لكنه أقل ضررا من التجاهل الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مشكلة تأرض لها عليه الصلاة والسلام إلا واجهه وكان واضحا في حل هذه المشكلة واستطاع حقيقة أن يحل معظم المشاكل الموجودة في عصره معظم المشاكل التي تعرض هو شخصيا لها أو أصحاب الكرام عليهم رضوان الله خلونا نشوف أيضا القضية الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون عليه الصلاة والسلام كان إذا همه أمر فزع إلى الصلاة هكذا جاءت الرواية والحديث الصحيح وكان أيضا يقول من رأى في منامه ما يكره فليصلي يقوم فيصلي فيطمئن قلبه وترتاح نفسه ولا يفكر في هذه الرؤية الكريهة أو هذا الحلم البغيظ الكابوس الذي رآه في المنام يروي الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال في يوم بدر قال وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا فِيْنَا إِلَّا نَائِمْ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّا نَائِمِينَ فِي اللَّيْلَةِ التي قبل غزوة بدر إلا رسول الله تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم عند الآن مشكلة مواجهة كفار قريش ثلاثمائة وأربعة عشر صحابي في مواجهة ألف من المشركين معركة حاسمة خطيرة جداً وهذه المعركة فيها مستقبل الإسلام ومستقبل المسلمين فعليه الصلاة والسلام فزع إلى الله سبحانه وتعالى يسأله النصر ويسأله التأييد ويطلب منه أن يمده بملد ففعلاً الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة وقاتلت الملائكة في بدر وانتصر المسلمون وسمي بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان فانتصر الإسلام وانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذه واحدة من حل المشاكل أي إنسان عنده مشكلة حقيقة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لليش؟ لماذا يلجأ إلى الله عز وجل؟ لماذا قضية الصلاة؟ لأن الله عز وجل هو العليم لأن الله عز وجل هو الخبير لأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب اسأله فيفتح لك الآفاق يفتح أمامك طريقة الحل لهذه المشكلات عطانا الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة أخرى لحل المشاكل أو للتعامل مع هذه الدنيا وهذه الابتلاءات وهي قضية الاستخارة الاستخارة في لغة العرب هو طلب الخيارة طلب التخيير يعني كأنه يطلب من إنسان يقول لا اختر لي ماذا أفعل؟ أفعل هذا الأمر أم أفعل الأمر الثاني؟ اصطلاحا هو أن تطلب من الله سبحانه وتعالى صرف الهمة لما هو المختار عند الله لما هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى أنت أمام أمرين تريد أن تتزوج من امرأة هل أتزوجها أم لا أتزوجها تقوم تصلي ركعتين وبعد أن تفرغ من الركعتين تسأل الله سبحانه وتعالى وتدعوه بهذا الدعاء الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم خلونا نشوف الدعاء وما أجمل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الاستخارة عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن الكريم فيقول هذا هنا الآن طريقة الاستخارة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا هم أحدكم بالأمر إذا أراد أن يفعل شيئا فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل هذا هو الدعاء الآن اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهنا يسمي حاجته هذا الأمر هذه المرأة هذه العملية هذه الصفقة هذه السفرة هذه الوظيفة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به العلماء لما تكلموا عن قضية الصلاة والاستخارة يقول شيخ الإسلام بن تيمية ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وقال قتاد عليه رحمة الله وهو إمام من أئمة السلف ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدو إلى أرشد أمرهم سبحان الله أنا ذكرني واحد من الأخوة وهو من الناس الذين كانوا يتفاوضون في صفقاتهم مع اليابانيين يقول دائما اليابانيين إذا حضروا إلى مؤتمر أو اجتماع يحضرون في جماعة وكان إذا طلب منهم إبداء الرأي كان لا يتكلم رئيسهم في الاجتماع إلا إذا شاور المجموعة التي معه يتشاورون يقعدون خمس دقائق يتكلمون مع بعض ثم بعد ذلك يتقدم قائد الفريق ويبدي رأيه هذا فعلا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صلى الله عليه وسلم يشاور المسلمين في كل الأمور وكان يشاور أصحابه عليه الصلاة والسلام ففعلا ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدو إلى أرشد أمرهم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال نبينا صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة